معنا من القاهرة الخبير في مركز الهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد عباس ناجي أهلا بيدكتور محمد معنا لسكاينيوز عربية دكتور محمد إذن انتقادات جديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للجانب الإيراني هم يقولون أن 60% تخصيب الإيرانيوم وهذه احتمالية تصنيع القنابل النووية هي واردة هنا أين يضع هذا الموضوع إيران في ضمن الضغوطات الموجودة الآن في ملفات كثيرة منها قطاع غزة أيضا أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد في اعتقادي أن إيران استغلت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة لرفع مستوى انتاجها من الويرانيوم المخصف من نسب مختلفة لو قررنا الأرقام منذ مايو الماضي وحتى الآن سنجد أن الكميات التي أنتجتها إيران تعرضت لنوع من السعود والهبوط في مايو الماضي كان لدى إيران 4744.5 كيلو جرام من اليورانيوم المخصف بنسب مختلفة ثم في 19 أغسطس الماضي كانت لدى إيران 3795.5 كيلو جرام وفي منتصف نوفمبر الماضي ارتفعت النسبة أو الكمية مرة أخرى لـ 4486.5 كيلو جرام يعني في الفترة من أغسطس حتى منتصف نوفمبر زادت كمية الإيرانيوم المخصف لدى إيران بنحو 691 كيلو جرام ونحن نتحدث الآن عن زيادة كمية الإيرانيوم المخصف بنسبة 60% إلى أكثر من 130 كيلو جرام كان لدى إيران في منتصف نوفمبر الماضي 128 كيلو جرام ومع تصريحات الوكالة الأخيرة هذا معناه أنه لدى إيران الآن ما يزيد عن 130 كيلو جرام هذا معناه أنه إيران أولا تراجعت التفاهمات مع الإدارة الأمريكية بعد صفق التبادل السجناء التي نفذت في 18 سبتمبر الماضي خصوصا بعد اندلاع الحرب في غزة وبعد تهديد الولايات المتحدة بتجميد الأموال أو 6 مليارات دولار التي ستتسلمها إيران من كوريا الجنوبية وفقا لهذه الصفقة إيران الآن تحتاط وتستعد لمرحلة جديدة من التصعيد مع الولايات المتحدة مع الغرب بسبب برنامجها نوي وبسبب الاتهامات الموجهة لها بدعم الفصائل في المنطقة والميليشيات في المنطقة بما فيها الفصائل الفلسطينية طيب دكتور محمز ما حضوظ إيران الآن في الاستفادة من هذا الملف يعني هي ممكن أن تضغط على الجانب الأمريكي على أطراف أخرى أليس كذلك؟ طبعا لأنه أنا في اعتقادي إيران تستغل كما قلت الانشغال الأمريكي والإسرائيلي الآن بالحرب في غزة وتطور البرنامج النووي بشكل كبير الوكالة أو تقدرات الوكالة تشيل أنه إيران لديها من اليورانيوم المخصص بالنسبة 60% أكثر من 130 كيلو جرام ما يمكنها أو ما تستطيع من خلاله إنتاج سلاسة قنابل نووية على أنه التقدرات تشيل أنه 42 كيلو جرام من اليورانيوم المخصص بالنسبة 60% كافية لإنتاجكم بلا واحدة وبالتالي إيران لديها أكثر من سلاسة أو لديها كمية تنتج سلاسة قنابل نوية إذا اتخذت قرارا سياسيا في هذا الأمر وإذا أنتجت المفجر النوي وهكذا لذلك إيران تستغل هذا التطوير أولا لتقليص الضغوط المفروض عليها والرد على العكوبات الأمريكية المفروض عليها والضغط على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل أولا لعدم توسيع نطاق الصراع الحالي أو الحرب الحالية ولعدم تحميل إيران جزء من كلفة عملية طفان الأقصى التي نفذت في 7 أكتوبر الماضي وأيضا إيران تحاول استغلال وضعها في الإقليم بشكل عام ونفوذها لدى الوكالاء أيضا لتعزيز موقعها التفاوضي في البرنامج النووي خصوصا في حالة ما إذا في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في الغزة إذا اتجهت الولايات المتحدة إلى فتح أو تجديد التفاوض مع إيران مرة أخرى في البرنامج النووي دكتور محمد يعني بالطبع المنطقة ملتهبة بشكل أكبر ألا يعني إمكانية إيران تصنيع سلاح نووي ثلاثة قنابل يعني هو الحديثة الآن ما هو ما توفر يربو إلى ثلاث قنابل نووية ألا يعني مزيد من التعقيدات ألا يعني مزيد من الضغوطات رمما نرى يعني تطورات في هذه المنطقة طبعا أنا أتفك هذا سؤال مهم أولا وأنا أتفك معك في هذا الترجيح لأنه امتلاك إيران لهذه القدرة معناها أنه سيفح إلى الإمعان في نفس السياسة التي تتبنيها الآن التي أدت إلى تفاقم حالة من عدم الاستقرار في دول مختلفة في العراق في لبنان في الأراضي الفلسطينية في اليمن في سوريا وفي غيرها الميليشيات الموالية لإيران في هذه الدول الآن تشارك في حرب غزة نيابة عن إيران أو إيران تدير تصعيدها مع إسرائيل والولايات المتحدة عبرها الوكلاء ونحن كلنا نشاهد ما يحدث في البحر الأحمر من تهديدات حوسية لحركة الملاحة وإلى السفن المتجهة إلى إسرائيل وغيرها بالتالي نجاح إيران في مواصلة تطوير برنامجها النووي قد يؤدي إلى تفاقم حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لأن هذا قد يزيد من احتمالات حدوث أو نشوب حرب أخرى لأن هناك أطراف مثل إسرائيل وربما الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتجاوز هذا الأمر لكن دعني أقول أنه نجاح إيران في الوصول إلى هذا المستوى من التطور النووي يعود إلى إخفاقات السياسة الأمريكية تحديدا في التعامل مع إيران يعني دكتور محمد أساسا هل بقى من الاتفاق النووي أكثر من الحبرة الذي كتب فيه يعني منذ سحاب الجانب الأمريكي منه لم يكن هناك التزام حقيقي حتى في مسألة تهديئة في المنطقة أليس كذلك؟ هذا صحيح يعني الغرض الأمريكي الأساسي من هذا الاتفاق لم يتحقق منذ بداية التوقيع عليه هو تحقيق الاستقرار في المنطقة المكرمة الأمريكية لم تكن تتسامح مع المعطيات الموجودة على الأرض أنا آسف التي تؤكد أن إيران بالعكس استغلت الاتفاق النووي في الإمعان في نفس السياسة دعم الحلفاء ودعم الوكلاء والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وغيرها الأزمة في اليمن كانت حالة كشفة عن هذا الأمر في كل الحالات بالفعل الاتفاق النووي الآن أصبح حبرا على ورق ولو لاحظنا سنجد أن المستفيدة الوحيد من هذا الاتفاق هو إيران بدليل أن إيران الآن تستثمر بند الغروب فيما تعلق برفع الكيود المفروضة علىها في بعض الأمور وآخرها رفع الكيود المفروضة على برنامج السواريخ الباليستية في 18 أكتوبر الماضي إيران الآن لديها الحق في أن تبرم صفقات لشراء أو بيع أسلحة وصواريخ مع دول أخرى وحتى الدول الغربية تخشى من أن ذلك قد يمتد إلى الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حرب أوكرانيا لذلك هذا الاتفاق من البداية كان اتفاق به عيوب كثيرة ومعان إيران في تخفيض مستوى التزامتها في هذا الاتفاق بدليل رفعها لكمية الإيرانيوم التي الآن تمثل 22 ضعف ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي كل ذلك يؤكد أن هذا الاتفاق من البداية كان اتفاقا مأزوما ولم يعالج الاشكاليات التي تم إبرامه من أجل معالجاتها أو تسوياتها في النهاية طيب دكتور محمد يعني إيران أيضا نجحت في إيجاد نوع من تهديئة مع دول المنطقة بشكل أكبر وتعاون مع الجانب الروسي تعاون مع الجانب الصيني لكن إلى الآن هناك حدة في التعامل مع الجانب الأمريكي أين أتقل في إيران اليوم؟ في إعتقادي في مرحلة وسط أو في موقف وسط مع الإدارة الملكية وللمفاركة الولايات المتحدة تتبنى نفس الموقف مع إيران ولو لاحظنا الولايات المتحدة لم توجه اتهاما مباشرا لإيران بأنها ضالعة في عملية طفان الأكس على سبيل المثال الولايات المتحدة لا تتخذ إجراءات عقبية شديدة تجاه إيران بسبب تصرفاتها في المنطقة هناك طبعا تشكيل لكوة ملاحة جديدة أو كوة بحرية جديدة هدفها تصدي لهجمات الحسيين وليس توجيه ضرابات أو اتخاذ خطوات عقبية بالعكس الولايات المتحدة إلى الآن مازالت مترددة على سبيل المثال في إدراج الميليشيا الحسي على قيمة التنظيمات الإرهابية مرة أخرى وهذا يرتبط بحسابتها مع إيران أو تفاهمتها مع إيران لذلك أنا أتصر أنه عندما أصرت إيران على أنها ليست ضالعة في عملية طفان الأقصى ووجهت رسائل بأنها لا تدعم حركة حماس في الحرب الحالية وليست مسؤولة عن ما حدث أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكافئ إيران في مرحلة لاحقة بعد انتهاء الحرب في غزة على هذا الموقف وبالتالي قد تتجدد المفاوضات التفاهمات التي تم التواصل إليها بين طهران وواشنطن في الفترة الماضية كدت تتجدد مرة أخرى لذلك أنا كما قلت في البداية السياسة الأمريكية تجاه إيران هي أحد الأسباب التي أدت إلى تفاكم الأزمة الحالية بين إيران والدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة على سبيل الكل من القاهرة الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور محمد عباس ناجي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك